استقبل وزير الخارجية رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ استقبل شابا كورشي رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش فعليات المؤتمر بشرم الشيخ وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن كورشي أبدأ اهتماما خاصا بموضوعات المياه وارتباطها بقضية تغير المناخ حيث أوضح أن المجتمع الدولي بصدد أزمة مياه عالمية وهو ما يحتم العمل على تلافيها من خلال التركيز على قضية المياه بوصفها أحد تجليات تغير المناخ من جانبه عرب شكري عن تقديري لمشاركة رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في فعاليات المؤتمر